اخيرا قررت Human Rights Watch تسمية القاتل المنفلت في اليمن انه تحالف المخلوع صالح والحوثي الذي مرس القتل ولا يزال بواسطة اسلحة محضورة هي الالغام الارضية قال مدير قسم الاسلحة في المنظمة ستيف غوس انه باستخدام الالغام الارضية تظهر قوات الحوثيين وحلفاؤها قسوة بالغة تجاه المدنيين كأن هذه القوة الغاشمة لم تقتل سوى بالالغام وكأنها لم تحرق المدنة وتدمر البيوت على رؤوس المدنيين بالكاتيوشا والهاوزر والهاون ومدافع الدبابات وبكل سلاح تطاله يدها ونيتها هو القتل عن سبق إصرار وترصد تضمن تقرير Human Rights Watch معلومات تفصيلية عن جرائم الميليشيا بواسطة الالغام الارضية ولكنها لم تغطي سوى الجزء اليسير من حوادث القتل الناجمة عن انفجار هذه الالغام وعن ضحاياها المسرح العمليات الرئيس وفقا لتقرير Human Rights Watch كانت عز وعدا حيث زراعت الميليشيا وقوات المخلوع صالحة الالافة من الالغام لتشكل وحدها جبهة مستقلة أمام المقاومة والسكان الرافضين لانقلاب الميليشيا على الدولة وعلى الإجماع الوطني والآن نحن نقوم بنزع الألغام في هذه المنطقة مليشيا الحوثي كررت عمليات زراعة الألغام بشكل إجرامي والمنطقة مزروعة بألغام كثيفة تم فتح الطريق الرئيسي الآن السيارات مرين إلى التربة ومن التربة إلى تعز طريق مؤمنة قوات القيش تتمركز في الأماكن العالية القريمة تم إزالتها أكثر من 40% من ضحايا الألغام الأرضية كانوا من الأطفال والنسوة الباقية موزعة على الرجال والنساء والشباب الذين ذهبوا ضحية الألغام التي زرعت في الطرقات والأحياء والأزقة ولم تستثن مسارا يسلوكه الناس إلى بيوتهم وأماكن أعمالهم وإلى أسواقهم لم تنسى هيومان راتس ووتش أن تذكرنا بأن اليمن في عهد المخلوع صالح كانت قد وقعت على معاهدة في حضر الألغام في مثل هذا الشهر من عام 1998 والتزمت بعدم استخدام الألغام المضادة للأفراد تحت أي ظرف من الظروف ووصلت في المنظمة إلى استنتاج مفاده أن إعلان اليمن المقدم للأمين العام للأمم المتحدة بالانتهاء من تدمير مخزونها من الألغام عام 2002 إما أنه كان غير صحيح أو أنها حصلت على هذه الألغام من مصدر آخر بعد ذلك العام استنتاج يولد استنتاج بأن المخلوع صالح كان يكذب لكي يحتفظ بكل هذه القدرة على إيدي شعبه اشتركوا في القناة